مشاهدي موقع اليو 360 محبا بكم كانت توجدوا حاليا في محالة الإبراهيم الصغير هو حلاق معروف في ما يصرف خاصة في القاهرة سبق له والشغل مع المتلاعب المتخب الوطني المغربي وايضا العديد من النجوم البطولة في نهائية كاس إفراقيا يلا تعرفوا لي عن قرب إبراهيم كوافير لعبة الكورة المصرية لا عندي خبر اللي أنا عارف أتعامل معهم وبعرف هما بيحتاجوا إيه وربنا كريمني عندي الخبر اللي أنا عارف أتعامل معهم فعشان كده ربنا كريمني معهم ومنتج المتخب المغربي المعسكر جوا طبعا فيه فيه نظام جدا وطبعا لعبة كلها محترفة في عندها كبيرة وكانت حاجة بالنسبة لي كويسة أو بصراحة يعني لأنه أكون موجود معهم يعني كانت شي طراعيف مع اللاعبين شي طرافة طردتك مع أحد اللاعبين الطراف اللي هم بيتكلموا فرنساوي يعني هم بيتكلموا فرنساوي أنا ما بعرفش أكلم فرنساوي فمن هنا يعني المواقف يعني يعني مش عافين يتفاهم مع بعض وهم ما بيكلموش عرابي خالص ولاي الأول اللي بيتكلموا عرابي فيهم لا أجواء 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 حلوة جدا طبعا وأجواء أنا أول مرة أشتغل في بطولة زي دي لا الأجواء كويسة وكل فرقة بتروحها بتلاقي حاجة يعني بتلاقي نظام غير يعني كل فرقة لها نظامها وكل اللعيبة برضو طبعا كل فريق لي لعيبة كبار فطبعا بالنسبة لي أنا متعين قبل البطولة كان طبعا خالد أبو طيب على طول معايا وحميد أحداد وطبعا كنا مزبطين مع بعض يعني هو كده كده في لعبة من المغرب بيجيبوا كوفير بتاحهم فقلتولي لا قلتولي أمي يجوا هنا القاهرة نبقى نظبط وروح لهم أنا كنت يعني عايز عايبي الزياش وبنعطية لا دي لعبة كبار يعني كنت أحب لأنا أشوفهم والحمد لله يعني هما لما جوا من القاهرة كلموني وروحت معهم وعملنا مع بعض شغل كويس كتعرف الأندي المغربية ولا 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 ما كتعرف كشجع شيء نادي مغربية لا أعرف بتابع فيه الرجاء المغربي فيه الوداد فيه التحط تنجا فيه اللي انا خسرناه في بطرد أفريقيا فيه كذا فرق لم تابعين كرة مغربية كرة كبيرة يعني لا هو بس الخالد أبو طيب هو اللي متكفل يعني بيتعامل معاه بالمصري يعني أنا كنت عايزة حسابهم باليورو بس خالد قال لي يعني أنا أتعامل مع خالد بحكم هو موجود هنا ومعفلوس مصري فبروح أنا وخالد هو اللي بيحسابني فبحسابهم بحساب العادي يعني لا أنا أرشح الأربع فرة في دور الأربعة أرشح المغرب طبعا مرشح الأول والجزائر ومصر وأرشح معهم السنغال الأربع فرة دولتهم أعتقد البطولة مش تخرج منهم يعني بصو إبراهيم يعني سياك من هو حلاق النجوم أو أي حاجة هو أخوي يعني أنا بحلق من عنده من زمان جدا أمو بالنسبة لي مش مجارة حلاق هو أخوي فعلا يعني أمو إيده طبعا كويسة جدا أنا مو أستنى ممكن أستنى سنة لو هو مش موجود مش أحلق غلا مويجي يعني أنا زي ما انت شايف كده أنا عادت بقليه ساعة ونص قاعد لغاية ما يجيه هو و أنا نشح لأفقية حتى غير عنده هو المغرب والجزائر والسنغال وجزائر والسنغال أكترهم يعني لا إبراهيم صغير طبعا غنى عن التعريف خبرة وروحه كويس جدا يعني كفاء أنت بتيجي بمكان بيبقى جاء عن راحة نفسية ليه بزرح يزبطون فبالزبط فأنت جاي مرتاح نفسيا فدي أهم حاجة أننا أجي أكون مرتاح عند الحمعافة دي لوحدها كفاء بعيد عن أي حاجة إبراهيم أخونا كلنا يعني ما شاء الله عليه أنت شبعتين الكأس إفراقيا شنو هي المنتخبات اللي كنتشوفها مرشحة أنها تبوش باللقاب دي لات مصر أكيد طبعا جزائر والسنغال مغرب يعني رابعا مصر يعني عشان الوطني ترجمة نانسي قنقر